ونبدأ جولتنا من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره السربية اللي بيأكد فيها دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين وإلى عنوان جريدة الوطن الرئيس السيسي لرئيس سربيا يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا عنوان تاني من جريدة التستور الرئيس عبدالفتاح السيسي نرفض توظيف معبر رفح لأحكام حصار الفلسطينيين ونقرأ من جريدة الأخبار أيضا قمة مصرية السربية بين الرئيس السيسي وفوتيتش كيف رصدت تصريحات الرئيس السيسي مع نظيره السربي واللي بتأكد موقف مصر الداعم للأشقاء الفلسطينيين والتحرقات لوقف جرائم المحتل والرفض التام لتوظيف معبر رفح خلينا نقول إن كانت زيارة مهمة بالأمس للرئيس السربي وشوفنا قدي إن الرئيس السيسي استقبله استقبال كبير وكانت قبلها كانت هناك زيارة للرئيس السيسي إلى سربيا وأيضا كان هناك يعني دعما لهذه العلاقات بين البلدين كان هناك استقبال حار للرئيس السيسي هناك وشاهدنا جميعا كلام الرئيس السربي تجاه الرئيس السيسي وشاهدته بالتنمية في كل ربوع مصر في السحل الشمالي في البحر الأحمر في المدن الجديدة انبهار بالعاصمة الإدارية الجديدة حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي عن أنه يعني معجب للغاية بإدارته للبلاد في ظل هذه التحديات التي تتحيد بنا من كل جانب وكان هناك توفق في الرؤى فيما يتعلق بمختلف الملفات سواء على الصعيد السوداني أو على صعيد الأزمة السودانية والاستقرار والسلام في المنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته كانت مركزة جدا وكان يتحدث فيها عن أنا أعتقد أنه يعني هو تصريح يمكن أن نقول عليه تصريح حديث فيما تعلق بتوظيف معبر رفح لإحكام السيطرة على قطاع غزة دائما ما كلنا نتحدث عن التهجير تصفية القضية الفلسطينية لكن من وجهة نظر أن هذا التصريح كان أيضا موفقا جدا وكان تصريحا شديدا ويؤكد على أن مصر لن تسمح أبدا للجانب الإسرائيلي بأنه يستغل معبر رفح لتجويع الفلسطينيين وأنه يضع العالم أمام مسؤولية الإنفاذ هذه المساعدات ويمكن شوفنا نقلا عن مصادر رفيعة المستوى بالأمس ما خرج من تصريحات تؤكد هذا الإطار ويعني تدين إسرائيل والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني نعم طيب هنكمل مع حضرتك مع الملف الفلسطيني والعنوين المتعلقة به هنروح إلى اليوم السابع وهنقرأ هذا العنوان مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس وعنوان آخر من جريدة الأخبار سنامي إنساني في غزة المنكوبة هذه المجازر المرتكبة من المحتل الغاشم يعني وصف حضرتك لها خصوصا نحن لما بنتحدث عن هذه المجازر آخرها تلك التي حدثت في منطقة النواصي بنتحدث عن مبرر لاستهداف اتنين من قيادات حماس ولكن هل هذا المبرر أمام المجتمع الدولي وأمام القانون الدولي والقانون الإنساني بيعطي المبرر بقتل وإصابة ما يزيد عن ربعميد شخص من المدنيين العزل لا يمكن لأي شيء أن يمنح قوة قائمة بالاحتلال هذا المبرر لاغتيال الشعب الفلسطيني ويعني استمرار هذه المجازر البشرية والإبادة التي يعني يراها العالم كل الجانب الإسرائيلي احنا دخلنا في حوالي 280 يوم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بنتكلم عن حوالي دخلين في حوالي 40 ألف شهيد ونحو 90 ألف مصاب أغلبهم من الأطفال والنساء وأغلبهم من المدنيين إذا تحدثنا عن مقاومة أو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لحماس أو المقاومة أو فصائل المقاومة هنجد أن المواجهة لم تكن يعني لم تؤتي ثمارها ولكن المستهدف هم المدنيين والأطفال والشيوخ بنتكلم عن الأنور وبنتكلم عن أنه غزة فقدت جيل كامل من الأطفال أو في إطارها لأنها تفقد جيل كامل من الأطفال وبالتالي إحنا بنتكلم عن مجازر حقيقية بنتكلم عن موضوع صعب جدا أنه يتحل بنوم لأن الاحتلال ما عندهش الرغبة في إنهاء الأمر ويعرف جيدا أن إنهاء الحرب بدون تحقيق مكاسب ده يجعل إسرائيل أمام العالم يعني مش هي القوة كمان يفعون أن تستهتر بمطالبات الناس من كافة الطلبات يعني فيه أوراق ضغط كتير دول كتير بتعملها سواء اقتصادية أو سياسية أو حتى دولية زي محكمة العدل كل النداءات وكل المطالبات الدولية والمنظمات المختلفة بتطالب بيها إسرائيل لا تنصى على أي منها أبدا إزاي نقدر نوقفها إزاي توقف عند حدها إزاي يعني يتم تقاطع الدعم الأمريكي اللي وقف طول الوقت في ظهر إسرائيل نحن نقول أنها قوة قائمة بالاحتلال وهي لا تبدي للعالم أي اهتمام ولا تحترم المواثيق الدولية ولا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني ولكن متى ترتعد إسرائيل إذا يعني تخلى عنها القوى الكبيرة في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ربما هذا لن يحدث لكن مصر بتضغط بكل قوة وشفنا كل الإجراءات اللي حدثت أمام إسرائيل وهذا تطور كبير فيه حتى السياسة الخارجية دعوة جنوب أفريقيا مساندة مصر لهذه الدعوة الاعتراف العالم بالدولة الفلسطينية يجعل أن القضية الفلسطينية تعود مرة أخرى إلى السطح إلى طاولة المفاوضات ولا يجب ولا يوجد أمام إسرائيل إلا أنها تعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وخلينا نقول أن إسرائيل لم تحقق مكاسب وإنها رغم كل الإجراءات الدموية اللي بتعملها لكن الداخل الإسرائيلي هاش والداخل الإسرائيلي تخشى من عملية طبعا في السابق وفي التاريخ الممالك اليهودية تعرضت لمحن وتفكك وكوارث وبالتالي هم لديهم هذا الهوس الآن وبالتالي هي لم تحقق أي انتصارات في هذا الإطار وأعتقد أن الوضع صعب جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي